السلام عليكم ورحمة الله متتبعي وصفات اسماء ان شاء الله اليوم هنشارك معكم طريقة تحضير خبز البانيني كي يجي ناجح من اول تجريبة بعجين روعة كذلك حشوة رائعة قاو معي باش تعرفوا على مقادير وطريقة تحضير بالنسبة المقادير غنحتاج سمية قرام دقيق الفورس او الدقيق الابيض ما يعدل ست كؤوس خميرة فورية ملح ملعقة دي الزبدة ملعقة دي السكر نحتاج ربع كأس زيت الزيتون ونحتاج الماء دافي باش نجمع هاد الخالات بالنسبة للطريقة نخلط المكونات كلهم مرة واحدة ونضيف الماء تدريجيا هنا انا راني نسيت زيت الزيتون وانا غنضيفه هنا كيفما تشوفو نضيفه ونضيفه 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 كامون ونضيفيه ونضيفه في الكلام بيضة كاملة ونخلط هذه المكونات جيدا ونجعله حرقات شوية وهنا من بعد مخ سامر لي العاجين كيف مما تشوفوه ضعف الحجم دياله كيف مما تشوفوه العاجين ناجح كيف مما تشوفوه مهوي غادي نبدأ نشكله غادي نخرج منه الهواء اللي فيه وغنحطه في السطح ديال العمل باش نشكله مباشرة هناك كيف مما قلت لكم في الأول العاجين خاصوا يكون بين وبين يعني ما يكونش خفيف بزاف هكو باش نقدروا نشكله وكذلك ما يكونش عاقد باش ما يجيناش الخبز ملقز من الداخل خاصوا يكون ما بين وبين باش يجين الخبز ناجح ونقدروا اننا نتحكموا فيه بسهولة وكذلك نقدروا ان نتقسموه ويجينه خفيف هنا وغادي نحاول انني نشكل هنا كويرات الكويرات نديروهم تاويين اللي بغا يدير كويرات او اللي الخبز ديال البانيني بغيه كبير يعني معلي إلا يكبر الكويرات او اللي الحجم ديال الكورة واللي بغا البانيني يكون صغير معلي إلا يصغر الحجم ديال الكورة يعني الحجم كيبقى اختياري وهنا غادي نبدأ نشكل الكويرات ونحطهم هنا في الدقيق ومباشرة غادي ندوز باش نشكل العاجين هنا غادي ناخد لأكل الكورة غادي نسرحهم بهذا شكل هذا وغادي نروليهم على بعدياتهم ونحاول أنني نضغط على الجوانب بهذا شكل هذا ونديروهم الصفيحة ديال الفرن مباشرة من اللي نكونو كنخدموه ضروري في الصفيحة ديال الفرن ما نخليه واحد المسافة بين الباقيطة والباقيطة او الخبزة والخبزة هاو كباش حين تباقي غادي يخمر ويضاعف الحجم ديالو وكذلك في الفرن غادي يختمر إلا خبتو أنه يلتاصق لكم ديرو ورق الزبدة او لا رشو الصفيحة او لا الطاوة ورشوها بالدقيق باش ما يلتاصقش وكنحاول أنا نروليه ونضغط على الجوانب كيف ما كتشوفو في الفيديو طريقة سهلة والعجينة كاز عطينا الطوع يعني ما غنحتاجه لمدلك لتاشي حاجة اللي بغي يدير هاد الصفيحة وكانت متوفر عنده هي كتكون في الافصارة ها احسن كتجيب البينواز او اللي الخبز كتجيبو مقاد ويعني وكتعطيه واحد شكل رائع اللي ما عندوش كيدير الطاوة العادية أنا استعملتهم هنا بجوج وهناك نحاول أنني ندقيق نديرو في الأسفل باش هاو كميل تصقش لي في الطاوة هنا هاد الكمية دي السمية قرام دي الدقيق خرجات لي سبعتاشر باقيطة او اللي سبعتاشر خبزة كيف ما كتشوفو يعني كمية مهمة ممكن انكم ديرو نصف المقادير غادي نخليه اختامر وغندوز باش نكمل الطاوة ديال الحشو هنا قليت البطاطا الفريت كيف ما كتشوفوه بالنسبة للبطاطا نقيتها حطيتها في الماء فيه الملح وفيه الخل خليتها واحد المدة وصفيتها ومباشرة نقليها من بعد مما كملت البطاطا غا ندوز باش نقلي هنا هي القيطاع ديال الديكرومي من بعد مما خليتهم ارقادو كيف ما كتشوفو خديت هنا لاشا بليغ مخلطة مع بودرة التوم ومع القزبار والمعدنو سيابسين غا نوريكم ان شاء الله طريقة في فيديو قادم ان شاء الله خلطهم هاد الاشا بليغ خلطهم مع ملعقتين ديال البطقيق الابيض وغادي نغطس في هاد قطع ديال الدجاج او الديكرومي وغادي نحطهم باش يتقلهم مباشرة من وراء البطاطا اللي ما بغاش هاد طريقة ممكن انه يشحرهم في الزيت وفي يعني في المقليات بلا ما يقليهم وكذلك البطاطا ممكن انه يدخل هالفران انه ما بغاش يقليها من ناس اللي يدارين ريجين ولكن ما فيها باس نبرع وليداتنا مرة مرة ونديروا ليهم المأكلات يعني اللي كيبغيوهم اه بالنسبة للخبز هادا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجوا من الفرن ادخلتوا الفرن ساخن من بعد ما اختامر فيجي على هاد الشكل هادا ما كنخلوش يتحمر ما كنخلوش يتحمر كنخلوه يبقى بحال هاد الشكل هادا غير كي ينشف فقط وغادي ندوزوا باش نعمروا بالحشو مباشرة بالنسبة للحشو هوا وجته كامل هادو هما القيطاع ديال ديك رومي كيف ما كتشوفو جوناج حين تتبيلة رائعة بطاطا من بعد ما قليتها هنا ما طيشة من بعد ما قطعتها بصلة قطعتها سايشة رائحة رقيقة وكذلك الخص وهنا غا نحتاج لسوس هنا سوس بيرجر او اللا سوس ممكن تستعملوها وهنا الكيت شوب وكذلك غايكون حتى الفروماج ديال السوندويتش عوض اننا نشريو سوندويتش جاهزة مرة مرة اننا نصيبوهم في الدار هيكا شي حاجة مصيبين احنا بايد دينا يعني كتكون متعة اكتر في الاكل غادي ناخد هنا الخبز من بعد ما قليتو برد غا نفتحو غادي نوضع لسوس كذلك غا نحط الخص ماطيشة كذلك البصلة شرائح وغادي نوضع هنا الجاج عولة ديكرومي مقلي وغادي نوضع جوج قطاع ديال البطاطيس والفروماج طبيعة الحال وغادي نحاول نعمر الكمية اللي عندي كاملة وما تبقى من الخبز ممكن اننا نحتافظ به في المجمد نديره في قلاسيك غدائي وندخلو المجمد الخبز اللي غايت بقالية وهاك كم مرة اخرى نعاود ندير به ساندويتشات اخرين بحشوة اخرى وقت ما بغايتو كنجفدو يبقى مدة طويلة في المجمد وغادي نحط هم هنا في الالة ديال البانيني اللي ما عندوش هاد الالة ممكن انه يديرهم في المقلات ديال المسمن او اللي ديال اللي كخب كيتحمروا حتى هم تأفيف في المقلات وهكان هادا هو الشكل ديالهم من بعد مما طابوا قدمتهم مع اللي سوس وكذلك مع الجاش او اللي ديكرومي اللي قليت مع البطاطيس ممكن انكم تزيدوا حتى ليش اه لصالد اخرين الى بغايتو وكيتقدم كوجبة خفيفة ديال غدا او اللي ممكن تقدمو كعشاء كنتمنى هاد الوصفة اللي اشتركت معاكم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها الى عجباتكم هاد الوصفة بارتاجيوها مع الاحباب والاصدقاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة الناس لأول مرة غيزوروا القناتك نقول لكم شكرا على المشاهدة وإلى وصفة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة